طيب الحقيقة إذا كان هناك من رأى هذا المشهد فيجب عليه أنه يعمل شيء واحد فقط أنه يصفق لما يحدث داخل النادي الأهلي النادي الأهلي هو المبادئ هو الأخلاق هو القيام النادي الأهلي هو أعظم حاجة في الدنيا النادي الأهلي غني بأبناء المحترمين النادي الأهلي غني بجماهير المحترمة التي دائما ما كانت تدعو وستظل تدعو للأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي اللي دائما بداية حلقتنا خلال هذه الفترة مش هقول غير شيء واحد فقط وهي لا تنسوا الدعاء للأستاذ العمري فاروق الحقيقة في الجمعية العمومية الأخيرة كانت مبارح كان هناك جزء من هذه الجمعية من كلام الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن الأستاذ العمري فاروق الحقيقة طيب خلينا نطلع نشوف ماذا قال الكابتن محمود ونرجع نكمل مع حضرتكم مرة أخرى في الحقيقة احنا النهاردة في شخص عزيز علينا جدا أخونا العمري فاروق العمري ربنا يشفيه إن شاء الله وينجيه ويعفيه بإذن الله هو مش في وسطينا النهاردة لكن هو مكانه موجود العمري الحقيقة تعرض شيء ألمنا ألمنا جميعا احنا عندنا سقة كبيرة جدا جدا في الله سبحانه وتعالى من خلال دعواتنا جميعا ومن خلال دعوات حضراتكم اللي أنا الحقيقة بطلبها منكم العمري محتاج الدعاء بالفعل الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي كان الغائب الحاضر في فعاليات الجمعية العمومية اللي شهدت تفويد الأعضاء لمجلس إدارة النادي الأهلي في جدول الأعمال وإندل فإنه يدل على ثقة الجمعية العمومية في مجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب الحقيقة هذه الصورة اللي حضراتكم شفتوها منذ قليل واللي بدأنا بها كلامنا في بداية الحلقة هذا المشهد الراقي بيقولك إن إزاي النادي الأهلي بيحترم أبنائه في غيابهم قبل وجودهم أول سؤال بيتسئل في الجمعية العمومية هو كان عن صحة العمري فاروق ودعوات جميع الأعضاء والمحبين له بأن يتخطى هذه الأزمة الصحية العمري فاروق كان دائما متواجد في الجمعيات العمومية للنادي الأهلي على مدار الخمسة وعشرين سنة إن شاء الله يكون متواجد في الجمعيات العمومية القادمة وزي ما بقول لحضراتكم دايما وزي ما حضراتكم عارفين يجب أن يكون هناك أو مش يجب أرجو من حضراتكم أن لا تنسوا الدعاء للعمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي في صلواتكم خلال الفترة اللي فاتت وخلال الفترة اللي جاية وزي ما بقول دايما في كل حلقة أن ما يغير الأقدار هو الدعاء الدعاء فقط هو ما يغير الأقدار وزي ما حضراتكم شفته بالكابت الخطيب كنا في المستشفى من يومين ثلاثة وكابت الخطيب وإحنا قاعدين الحقيقة أخذ كل الريبورتس اللي تخص الأستاذ العمري وبعتها للطبيب المعالج لي طبيب المعالج للكابت الخطيب في 2012 في المخ والأعصاب برضو والراجل الحقيقة رد عليه زي ما حضراتكم سمعته من الكابت الخطيب وقال له أن كل أمور جيدة وكل أمور تمشي بشكل جيد وبشكل رائع عموما ربنا يكرمه وربنا يكمل الأيام اللي جاية على خير ودايما مش عايز أخش في تفاصيل كتيرة جدا ولكن اللي بقوله دايما الدعاء الدعاء دائما أن يتخطى الأزمة الحالية لأنه مازال في غيبوبة غيبوبة منذ بداية الأزمة وحتى الآن أي شيء آخر بيتقال أي كلام خلي بقى لحضراتكم من كل الكلام اللي بيتقال على اليوتيوب وعلى السوشال ميديا وعلى الكلام ده كله صدقوني الأستاذ العمري فاروق من أول يوم وحتى هذه اللحظة وفي غيبوبة فيعني ادعوه إن شاء الله أن يتخطى هذه الأزمة شكرا